فجار عبوات ناسفة، استهدافات شبه يومية بالرصاص، رمي قنابل، سرقة أموال، اختطافات، وجثة مكبلة اليدين وعليها أثار التعذيب، هي وقايع شبه يومية تشهدها محافظة درعة جنوبية سوريا. حوادث انفلات أمني جديدة وخسائر بشرية، وثاقها المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت في درعة، المحافظة التي انطلقت منها الشرارة الأولى للحراك الشعبي السلمي المناهد للرئيس السوري بشار الأسد عام 2011. البداية من الصنمين شمالية درعة، حيث عثر السكان هناك على جثة شخص مقتول مكبل اليدين، وعليها آثار تعذيب وطلقات نارية. ووفقاً للمرصد السوري فأن عملية القتل تمت بظروف غامضة، وهو الوصف الذي ينطبق على معظم عمليات القتل في تلك المناطق. وفي حادثة ثانية، أقدم مسلحون مجهولون على استهداف مدني بالرصاص أثناء ذهابه إلى عمله في سوق الهال بمدينة الطفص بالريف الغربي للمحافظة، ما أدى إلى مقتله على الفور، ومن ثم عمدوا إلى سرقة دراجته النارية، ومبلغ مالي كان بحوزته. عملية أخرى شهدتها المحافظة، وهذه المرة في مدينة جاسم، حيث أقدم مسلحون مجهولون على رمي قنبلة يدوية بالقرب من منزل مدني في الحي الشمالي للمدينة، لنورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية. وفي ظل تزايد الفوضى الأمنية، قال المرصد السوري خلال إحصائيات جديدة إنه وثق مقتل 306 أشخاص، بينهم 104 مدنيين في درعة، إثر حوادث فلتان تجاوزت الثلاثمائة وثمانين منذ بداية العام الجاري. وتزايدت الإضطرابات الأمنية في المحافظة التي تسيطر عليها القوات الحكومية منذ العام 2018 بعد إخداع السكان لما يعرف بالتسويات بدعم روسي بهدف إعادة تأهيل حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وفقا لتقارير حقوقية. ترجمة نانسي قنقر